للمزيد من القراءة والتحليل العسكري من دمشق رحبوا بضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي العميد تركي الحسن سعطة العميد أهلا بك معنا في هذه الساعة على سكاينيوز عربية وبحسب آخر إحاطة لجير بيدرسون ببعوث الأمم المتحدة الخاصة بسوريا قال إن تزايد العنف والفوضى سيدفع بالحرب بين إسرائيل وحماس إلى الأراضي السورية ما مدى دقة هذه القراءة خاصة وأنه منذ بدء هذه الجولة الضارية كل ما حدث من العمق السوري رشقات صاروخية محدودة باتجاه الجولان هل يبدو أن الأمور قد تتوسع من الناحية العسكرية مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين أعتقد أن إحاطة بيدرسون دقيقة إلى حد ما وبالتالي هناك وحدة في الساحات وكان مراسلكم في جنوب لبنان يقول أن هناك وحدة في الساحات المنطقة الآن وحدة عقائدية اسمح لي هنا فقط تنفجر يا سعاد العميد حتى هذه اللحظة كل القراءات التحلية تقول أن حركة حماس ربما تكون خذلت حتى من المحور وتركت لمصيرها داخل القطاع ما يحدث على الجبهة الشمالية هو ضمن قواعد الاشتباك ما يحدث من العمق السوري هي رشقات محدودة جدا لا ترقى لطبيعة التصعيد الذي يحدث سأفصل في ذلك إذا كان الوقت يسمع فأنا على استعداد لأن أفصل كل ساحة متى يمكن أن تنضم وبالتالي طالما أن هناك وحدة في الساحات فهناك وحدة في الهدف وبالتالي البوصلة الآن لكل الساحات يعني حتى سواء كانت سوريا أو لبنان أو حتى في العراق أو حتى في اليمن البوصلة لكل الساحات هي عبارة عن غزة بمقدار ما تكون هناك العملية البرية داهمة على أخوتنا في غزة أعتقد سيكون هناك مجال لأن تفتح الجبهات أكثر فأكثر لأننا أكثر من مرة قلنا أن غزة ممنوع أن تهزم المقاومات فيها والإعلان السياسي الهدف السياسي من العملية البرية التي قال نتنياهو وحكومة الحرب الحالية أنه بصدد اجتساس حماس أو استسلامها حتى وزير الدفاع بالأمس كان يقول ذلك إما أن تقتل حماس بكاملها أو تستسلم وهذا الأمر معلوف للجميع أنه لا يمكن أن يتحقق وبالتالي إمكانية أن تسيطر إسرائيل بريا على قطاع غزة هذا الأمر يحتاج إلى جهد كبير من الجيش الإسرائيلي في آخر العواج الجانب الإسرائيلي يقول بالفعل أنه سيطر على موقع عسكري هام جدا غرب جباليا التي شهدت اليوم عمليات قصف أيضا سقط إثرها العديد فقد أشرت إلى هذا العاجل تفضل بإكمال الفكرة ساعة العميد أكمل الفكرة وبالتالي هذا الأمر يمكن أن نقول أن العملية البرية هي من تتحدد مستوى التدخل ومن سيتدخل وبالتالي هذا التدرج كل المنطقة جاهزة للانفجار كل المنطقة كل الساحات جاهزة للتدخل وأن ما يجري حتى الآن هو عبارة عن تهيئة الظروف الملائمة لهذا التدخل في لبنان حزب الله قطع مرحلتين المرحلة الأولى هي إعماء من خلال التأثير على وصائل المراقبة والكاميرات التصوير وبنفس الوقت التعامل مع الأهداف القريبة والتهجير بالنسبة أو إجلاء لنقل المستوطنين من شمال فلسطين المحتلة وبالتالي هو حضر البيئة أو حضر الواقع في لبنان لأن يمكن أن يتدخل في أي لحظة من اللحظات ولكن لا يمكن أن يتدخل والمعركة البرية يعني لا يزال فقط قصف جوكا الآن الإسرائيلي يحاول أن يقول أنني بدأت في المعركة البرية ومنذ خمسة أيام يراوح بنفس الأمكنة ويدخل إلى منطقة ثم يخرج منها والمقاومة تتصدى له وبنفس الوقت توقع فيه الخسائر في سوريا أيضا الأجواء مهيئة ويمكن أن ننتقل مباشرة ولكن ما مدى خطورة ذلك سعادة العميق ما مدى خطورة ذلك إن كان المناوشات المحدودة التي حدثت في الأيام الأولى من هذه الجولة من هذه الحرب كانت الرد عليها باستهداف لمطاري دمشق وحلب كذلك الآن حال توسيع المواجهات مع الجانب الإسرائيلي ما تداعيات ذلك على الجانب السوري هذه المرة يوجد حالة من الاستعداد حتى من الجانب الأمريكي لأي استهدافات تطال قواته تخرج من الأراضي السورية وهو ما قالته صراحة حتى مندوبة واشنغتون بمجلس الأم حتى الآن نحن في قلب الخطر يعني الآن يمكن أن ينشأ الخطر أو ينشأ الحريق في كل المنطقة من عجل ويسعر في هذا الموضوع هو التدخل الأمريكي المباشر في الحرب على غزة سابقا تعودنا أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل نعم وهذا ألفناه في العقود الماضية أما أن تدخل بصورة مباشرة من الرئيس إلى وزير خارجية إلى وزير الدفاع وحتى الآن في القيادة الميدانية والقيادة في الغرف العمليات فهذا شيء جديد يعني لم نألفه سابقا وبالتالي استهداف القواعد الأمريكية هي عبارة رد على الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي حتى الآن استهداف القواعد ورد الأمريكي على الاستهداف هو رد منخفض حتى الآن وبالتالي ممسوك ولكن يمكن في أي لحظة من اللحظات أن ننتقل إلى تصعيد أكبر لمعنى آخر لو استهدفت الولايات المتحدة في ردودها في رديها مواقع القوات السورية ومواقع أخرى وقتل بعض الناس سيكون هناك رد أقصى على القواعد الأمريكية ولكن ساعة العميد واشنطن تنظر بصورة مغايرة لما تقول اليوم قالت أنها ستضطر للدخول المباشر في مواجهات حال زيادة وتيرة الاستهدافات لقواتها بالشرق الأوسط في إشارة لجماعات إيران والتي يتمركز بعضها داخل الأراضي السورية هذا احتمال صحيح وقد ترد الولايات المتحدة وسابقا ردد نحن فيما سبق تحت حجة الكيماوي في الغوطة تعرضنا إلى اعتداء سلاسي كانت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبالتالي هذا الأمر نحن متحضرون إلى ذلك نتوقعه في أي لحظة من اللحظات الولايات المتحدة لا يوجد شيء يمنعها أو يردعها إلا عندما تكون مصالحها مهددة وبالتالي هذه المصالح يجب أن تستهدف والاستهداف للقواعد الأمريكية في سوريا والعراق كونها ساحة واحدة أنتم تعلمون أنه يتم الإعلان من خلال فصائل مقاومة وهذه الفصائل المقاومة تستهدف القواعد الأمريكية سواء كانت في الداخل العراقي أو في الداخل السوري لأنها ساحة واحدة والولايات المتحدة هي أسالة الحدود وبالتالي لأنها ساحة واحدة ولأننا في موقف واحد ولأننا نقف مع أقواتنا الفلسطينيين ولأن غزة هي البوصلة الأساس وبالتالي هذا التصاعد والتوتر في المنطقة يمكن أن يتصاعد أكثر فأكثر استنادا لما يجري في الميدان يعني الجيس الإسرائيلي حتى الآن خلال خمسة أيام لم يحقق نتائج بالعكس هناك خسائر كبيرة يتعرض لها سواء كان في دمباباته وألياته في عناصره هذه نقطة بفهومة ولكن أخيرا فقط لقرب انتهاء الوقت ساعة العميد بقراءة محايدة ما هي حدود الأدوار التي عفوا يمكن لهذه الفصائل أن تلعبها في هذه المرحلة وفق أي حسابات الآن يمكن لدمشق أن تبني القادم من خطوات في ضوء كل ما يحدث من تصعيد وحتى تحليلات أن عدم الوصول إلى حلول سياسية تفاقم الصراع الآن ربما يزيد من الفوضى داخل سوريا حال فتح أي جبهة مع إسرائيل الفصائل التي تعمل في الداخل السورية والعراقي والتي وقفت إلى جانب سوريا في المرحلة الماضية ليست جديدة وبالتالي هي موجودة في الصراع منذ عدة سنوات وهي الآن جاهزة للتدخل وفق ما تصدر لها الأوامر وأعتقد أن قيادات المقاومة في العراق قالت أن هذه الفصائل جاهزة للتدخل سواء كان في استهداف القواعد الأمريكية أو حتى الانتقال باتجاه الجولان أوامر من؟ أوامر من؟ وحتى الانتقال بمشاركة في فتح جبهات جديدة مع العدو الإسرائيلي بكلمة فقط تنتظر الأوامر من من؟ أنت أشرت أنها تنتظر الأوامر الآن؟ كل الناس تعلم أن هناك عبارة تنسيق بين محور المقاومة وبالتالي لا يمكن لفصيل بذاته أن يقوم باستهداف شيء دون أوامر وتنسيق وبالتالي هذا التنسيق موجود على أعلى المستويات والجميع أعتقد يترقب يوم الجمعة عندما سيعلن في خطابه سمحة سيد حسن نصر الله حول موقف المقاومة في لبنان مما يجري في غزة أنا من حيث المبدأ أتمنى أن لا نصل إلى حرب شاملة ولكن الآن من خلال ما هو موجود وما تجريه الولايات المتحدة وما تقوم به القوات الإسرائيلية من قتل وتدمير وبنفس الوقت دون مراعاة للناس ودماء الناس ولم يجري في غزة أعتقد أن هذا الأمر يتجه باتجاه تصعيد أكثر كل هذه الإضاحات التي تفضلت بها معنا انتهى وقت من دمشق ضيفي الخبيل العسكري والاستراتيجي العامي التركي الحسن شكرا جزيلا لك